موسيقى الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تطلع بها الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية اليوم تواصل التصويت باليوم الثاني من جولة الاعادة بالمرحلة الاولى لمجلس النور موسيقى ترامب يعطي الضوء الاخضر لبدء عملية نقل السلطة الى بايدن وفريق بايدن يرحب بالقرار ويؤكد انه يتيح انتقالا سلميا للسلطة موسيقى اهلا ومرحبا بحضرتكم الى اخبار السابع نقدمها من النيل الاخبار في القاهرة ويترجمها الى لغة الاشارة الزميل محمد عبدالله اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطلع مصر للتعاون البناء مع شركة اورنج وغيرها من الشركات الفرنسية في المجالات كافة جاء ذلك خلال استقباله رئيس شركة اورنج العالمية للاتصالات وفي اجتماع اخر بحث الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية التي تطلع بها الهيئة الهندسية موسيقى استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد ستيفن ريتشيرد رئيس شركة اورنج العالمية للاتصالات وذلك بحضور الدكتور عمر طلعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك كبار مسؤولي الشركة في مصر وعلى المستوى الاقليمية وقد سرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان اللقاء تناول التعاون المشترك مع شركة اورنج العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد أكد السيد الرئيس في هذا السياق تطلع مصر للتعاون البناء مع شركة اورنج مع الأخذ في الاعتبار عملية التنمية الشاملة الحالية في مصر وما يصاحبها من تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي والاتجاه نحو تطبيق النظم التكنولوجية الحديثة خاصة في نظم إدارة المنشآت والمدن الجديدة من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة اورنج العالمية حرص الشركة على التوسع في أنشطتها في مصر مشيرا إلى الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر فضلا عما تتمتع به من كوادر شابة وعمالة مؤهلة وكذلك المبادرات المتعددة التي أطلقتها مصر بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع عبر توطين التكنولوجيا في مختلف المحافظات والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في مجال المدن الجديدة والطرق والمحاور وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض سبل تعزيز التعاون مع شركة اورنج وزيادة استثماراتها في مجالات خدمات الاتصالات والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن الذكية وإتاحة الخدمات الذكية بما يساهم في الدفع قدما بعمليات الشمول المالي وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير قطاع الاتصالات في ظل الدور الذي يقوم به في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتوفير المزيد من فرص العمل وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية واللواء أشرف العربي مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين للتصميمات والعميد عبد العزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية التي تطلع بها الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية خاصة فيما يتعلق بالشبكة القومية للطرق والمحاور الجديدة بمراحلها المختلفة فضلا عن الأعمال الإنشائية الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة وكذا مخطط تطوير منطقة ميدان رمسيس وقد تم في هذا السياق استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لبعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة الحي الدبلوماسي والذي سيضم صفارات الدول الأجنبية المعتمدة ومقرات المنظمات الدولية والإقليمية المتواجدة في مصر حيث وجه السيد رئيس بالإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية وبحيث يشمل كافة الخدمات المختلفة والأنشطة الاجتماعية المتنوعة لقاتنيه والمترددين عليه وفق أعلى مستوى كما تم عرض التصميمات الهندسية للمنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية فضلا عن المداخل الرئيسية للعاصمة وكذلك متحف مركز مصر الثقافي الإسلامي كما تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الطرق والمحاور والكباري بمحافظة القاهرة بالإضافة إلى مشروع رفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى بمراحله وقطاعاته المختلفة إلى جانب عرض سير العمل فيما يتعلق بتطوير طريقي القاهرة الإسماعيلية والقاهرة السويسي الصحراوية وكذا طريق شرم الشيخ الدائري وطرق ومحاور مدينة العريش وطريق تشكى شرق العوينات وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض المراحل المختلفة للمشروع المتكامل لتطوير منطقة ميدان رمسيس وتطوير الطرق والمحاور المحيطة بها في عدة اتجاهات وذلك لتحقيق السيولة المرورية حيث وجه السيد الرئيس بأن يكون هدف المشروع الأساسي هو تطوير المنطقة لتخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل المرور وخفض نسبة التلوث وذلك في إطار من التنصيق الحضاري المتكامل يتوصل اليوم التصويت باليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لمجلس النواب من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء تجرى جولة الإعادة في 13 محافظة يتنافس فيها 220 مرشحا على 110 نقاعد شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على تفعيل دور غرف إدارة الأزمات بالمحافظات والتواصل والتنصيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة لمواجهة التغيرات الطارئة في التقصى كما طلب رئيس الوزراء بوضع تصور لرفع كفاءة شبكات المرافق في المناطق التي تقادمت فيها الشبكات وجه رئيس الوزراء خلال ترقص اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والحملات على مختلف الصيدليات بالتنصيق مع كافة الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية المغشوشة أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي تورط ميليشيا الحوثي الإرهابية بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف خزانا للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة أوضح أن هذا الاعتداء لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي وقال العميد المالكي أن هذا الاعتداء الإرهابي هو امتداد للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في بقيق وخريص والتي تبنتها الميليشيا الحوثية هذا وقد أعربت مصر عن بالغ إداناتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثي عبر مقذوف خزانا للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وأكدت زارة الخارجية في بان رفض مصر التام واستنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي ترتكب ضد منشآت حيوية بالمملكة وبما يستهدف أمن الشقيقة السعودية وكذا استقرار إمدادات الطاقة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أعطى إيميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن رغم خطته لمواصلة إقامة دعاوى قانونية في خطوة تقربه أكثر من الإكرار بهزيمته أمام المرشح الديموقراطي وإن لم يعترف بذلك سراحة أعلن رئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنه لم يعد يعارض منح فريق رئيس المنتخب جو بايدن التمويل الفيدرالي اللازم للبدء في عملية نقل السلطة ترامب على تويتر طلب من إيميلي ميرفي مديرة إدارة الخدمات العامة الأمريكية القيام بما يجب القيام به فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية مشيرا إلى أنه أبلغ فريقه بالبيت الأبيض القيام بالأمر ذاته غير أن ميرفي قالت إن قرار بدء الانتقال الرئاسي هو قرارها وحدها برغم تغريد ترامب الملياردير الجمهوري المتمسك برفضه الإكرار بهزيمته في انتخابات نوفمبر شدد مع ذلك على استمرار قضيته والخاصة بدعاويه القضائية التي تشكك في نزاهة الانتخابات وجاء توقف المفاجئ في محاولة ترامب إنكار فوز بايدن بعد أن أصبحت ميشيغان أحدث ولاية أمريكية تصادق على نتائيها الانتخابية ومطالبت أقوى مؤيد ترامب بإنهاء هذا الجمود حيث طالبته مجموعة من كبار خبراء الأمن القومي في الحزب الجمهوري الاعتراف بهزيمته فريق بايدن من جهته رحب بقرار ترامب أسماح بعد طول تأخير بالحصول على تمويل الفيدرالي لازم للبدء بعملية نقل السلطة إلى الإدارة الديمقراطية المقبلة معتبرا هذه الخطوة ضرورية لحصول انتقال سلس وسلمي للسلطة وبدأ بايدن في تشكيل حكومته حيث اختار السياسي المخضرم أنتوني بلينكين وزيرا للخارجية كما قرار إسناد إدارة الاستخبارات الوطنية لإمرأة وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد وتعيين وزير الخارجية الأسبق جون كيري موفدا رئاسيا خاصا لشؤون المناخ وتسميته للمرة الأولى الإسباني الأصل الخاندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلي وتسمية الرئيسة السابقة لمجلس الاحتياط الاتحادي جانيت ييلين وزيرة للخزانة متعهدا اعتماد نهج يقوم على الخبرات بعد سنوات الاضطراب التي تغط على عهد الرئيس الجمهوري أعلنت وزارة الصحة عن خروج مئة متعافة من فيروس كورونا من المستشفات بعد تمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى مائة وواحد ألف وتسعمائة وإحدى وثمانين حالة ووضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة أنه تم تسجيل ثلاثمائة وأربع وخمسين حالة إصابة جديدة ووفاة اثنتين عشرة حالة جديدة ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا مائة وثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وإحدى وثمانين حالة وستة ألاف وخمسمائة وستين حالة وفاة أعلنت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إغلاقا جزئيا لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا مع تزايد الحالات الجديدة بسرعة نظرا للتطورات المقلقة قررنا بتوجيه من سيادة الرئيس وبالتشاور مع لجنة الطوارئ والأمن والمحافظين ووزارة الصحة إغلاق جميع مرافق الحياة من صباح الجمعة القادم حتى صباح الأحد القادمين في كل المحافظات باستثناء المخابز والصيدليات ويتبع ذلك إغلاق يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا يوميا بقية أيام الأسبوعين القادمين في كل المحافظات ارتفع عدد مصاب كورونا حول العالم إلى أكثر من 59 مليون توفي منهم أكثر من مليون و 400 ألف شخص ومازالت الولايات المتحدة تتصدر حصيلة الإصابات بأكثر من 12 مليون و 500 ألف إصابة توفي منها أكثر من 263 ألفا وتأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بأكثر من 9 ملايين إصابة وتوفي منها أكثر من 134 ألفا قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم إن هناك خطورة من سحق الفقراء والضعفاء خلال تدفع للحصول على لقاحات فيروس كورونا مضيفا أنه تمت حاجة ماسة إلى 4 و 3 من 10 مليار دولار لتمويل خطة عالمية لمشاركة اللقاحات جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي في جينيف وقعت عشرات الدول على خطة اللقاحات العالمية المعروفة باسم كوفاكس والتي وضعتها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين لتوفير جراعات اللقاح لدول لا يمكنها تحمل تكاليفه بطريقة أخرى قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالية عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 12 مليون و 176 ألف إصابة وضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى نحو 266 ألفا بعد تسجيل 882 حالة جديدة أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن طرق الخلاص من فيروس كورونا يلوح في الأفق موضحا أن القيود الصارمة المفروضة في إنجلترا لن تمدد إلى ما بعد الثاني من ديسمبر المقبل ما بين تجديد قيود الحركة والاستعداد لخطط التطعيم الشامل تكافح أوروبا لمواجهة الموجة الثانية من تفاشي فيروس كورونا في بريطاني أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أن طريق الخلاص من الفيروس يلوح في الأفق وأن القيود المشددة لن تمدد إلى ما بعد الثاني من ديسمبر مع تطبيق قواعد جديدة يرافقها حملة واسعة من الفحص في المناطق الأكثر تضرورا القيود المفروضة في إنجلترا ستنتهي في الثاني من ديسمبر ولن يتم تمديدها واعتبار من الأربعاء المقبل سيتمكن الناس من مغادرة منازلهم لمختلف الأغراض وسيتم السماح بممارسة الشعائر الدينية وحضور المناسبات والأفراح واستئناف الأنشطة الرياضية وغيرها من الأنشطة ولكن من دون الالتزام بإجراءات الوقاية فنحن نخاطر بعودة ارتفاع معدل الإصابات مرة أخرى مع بداية العام المقبل وفي إسبانيا أعلن القصر الملكي عن إصادة الملك فيليبي السادس بالفيروس بتزامن مع استعداد السلطات لتدشين برنامج شامل للتطعيم ضد فيروس كورونا في شهر يناير وتتوقع تغطية قطاع كبير من السكان في غضون ستة أشهر فرنسا الدولة الثانية الأكثر تضرورا في أوروبا بعد بريطانيا لا تزال تعيش إجراءات الإغلاق الثاني لكنها أبقت على العمل بالمدارس وللحد من مخاطر الموجة الثانية شاركت شرطة والأتقم الصحية في حملة توعية بالمدارس لتعليم الأطفال التعامل مع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا أما في اليونان التي تخضع أيضا لإجراءات الإغلاق فاستعانت بالجيش لبناء مستشفيات عسكرية متنقلة لمواجهة تصعود الإصابات بالفيروس ومساعدة مستشفيات القطاع المدني وتقول سلطات صحية إن استمرار مستوى الإصابة سيدفع نحو تمديد حالة الإغلاق أجرى وزير الخارجية الألمانية هيكو ماس محادثات مع نظيره البريطاني والفرنسي في بردين بشأن الاتفاق الناوي الإيراني وقد حثت شركاء الأوروبيون تهران على التوقف عن انتهاك الاتفاق الناوي الموقع في عام 2015 ويأتي الاجتماع قبيل تغيير متوقع في السياسة تجاه إيران عندما يؤد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة في يناير المقبل يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم بطلب من ثلاث دول هي تونس وجنوب إفريقيا وسان فينسان وجرنادين أول اجتماع له حول النزاع الدائر في منطقة تجري لانفصالية الإثيوبية حسب ما أفارت مصادر دبلوماسية وقالت المصادر أن المجلس سيلتائم في اجتماع مغلق سيعقيده عبر الفيديو من دون أن يطرح في الحال ما إذا كان سيصدر في أعقابه بيان رئيسي أم لا قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون لاجئين أن أكثر من أربعين ألف لاجئ إثيوبي وصلوا إلى السودان منذ العاشر من نوفمبر هربا من هجوم القوات الحكومية على إقليم تجري الانفصالي في إثيوبيا وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية وضعت خطة أولية لاستقبال خمسين ألف شخصة لكنها قد تشمل مائة ألفا في الأشهر الستة المقبلة إذا استمر القتال وشنت الحكومة الإثيوبية في الرابع من نوفمبر الجاري حملة عسكرية في إقليم تجري بهدف الإطاحة بسلطات الإقليم التي تتهمها بالتمرد على الحكومة المركزية وبالسعي لإضعافها أجلت حتى الخميس المقبل محاكمة الرئيس الأسبق نيكولاس ساركوزي في قضية فساد مسمى قضية التنصط إلى جانب محاميه وقاد سابق وتقرر تأجيل الحصول على رأي طبي بشأن القاد السابق بتهمة الفساد واستغلال النفوذ في فضيحة تنصط على هواتف مثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي أمام المحكمة الجلسة الأولى هي للسياسي الفرنسي والبلغ من العمر خمسة وستين عاما والذي واجه عدة تحقيقات قضائية أخرى منذ تركه لمنصبه في عام 2012 ساركوزي متهم بمحاولة الحصول بشكل غير قانوني على معلومات منقاض حول تحقيق شارك فيه في عام 2014 مثل ساركوزي أمام محكمة في باريس مع محاميه تيري أرجونغ والقاضي جليبر أزبر ويوجه ثلاثة عقوبات محتملة بالسجن لمدة تصل لعشر سنوات وغرام قصوى قدرها مليون يورو موكلي يريد أن يتم تعريفه بأنه ضحية في هذه القضية كان هناك ضرر وخطأ إنه يتوقع أن يتم الاعتراف به كضحية من قبل المحكمة ويتوقع الحصول على يورو واحد كتعويد رمزي نتذكر أنه عندما حكم الرئيس السابق على وظائف خيالية خلال فترة توليه رئاسة البلدية كانت هناك مفاوضات في اللحظة الأخيرة مع مجلس بلدية تاريس لذلك من الممكن تقديم شيء ما إلى موكلي يشتبه أن ساركوزي وأرزوغ وعد القاضي المتهم بوظيفة في موناكو مقابل تسريب معلومات حول تحقيق في تمويل غير قانوني مشتبه به للحملة الرئاسية في عام 2007 من قبل أغنى امرأة في فرنسا وهي وريثة لوريال وقد بدأت محكمة ساركوزي في غياب القاضي المتهم في محكمة محاطة بالأمن استخدم ساركوزي وأرزوغ هواتف محمولة سرية مسجلة بالاسم المستعار بول بيسموث عام 2014 ليتمكنا من إجراء محادثات خاصة خشية تنصت على المحادثات وأوضح ساركوزي وأرزوغ أنهم اشتري الهواتف لتجنب استهدافهما بالتنصت الغير قانوني على الهواتف غير أن قضاء التحقيق يشتبهون في أنهما فعل ذلك لتجنب التنصت من قبل المحققين وأضف ساركوزي أنه لم يتدخل أبدا لمساعدة القاضي المتهم والذي لم يحصل على الوظيفة وتقعد في عام 2014 وفي الوقت نفسه سيواجه الرئيس السابق محاكمة أخرى في ربيع عام 2021 بتهمة التمويل غير القانونية لحملته الرئاسية لعام 2012 استمرون مع حضراتكم في أخبار السابعة وفيها بعد قليل الصين تطلق مركبة فضائية لجمع عينات صخرية من القمر والعودة بها إلى الأرض وهذه وقفة مع أنبائنا الاقتصادية شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير توقيع اتفاقيات في مجال السكك الحردية ومتر الأنفاق والجر الكهربائي وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقلة 2020 ست اتفاقيات في مجال السكك الحديد ومتر الأنفاق تم توقيعها خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض وتكنولوجيا النقلة في الدورة الثالثة بحضور وزير النقلة الفريق مهندس كامل الوزير النهاردة احنا وقعنا ست اتفاقيات ومبارح كان فيه اتفاقية الاتفاقية التي تمت مبارح ده مع الجانب الفرنسي على استكمال القرض اللي احنا بناخده من الوكالة الفرنسية حد النهاردة ما بنصنعش جرار فلازم استفيد من كل الشركات اللي بتصنع الجرار سواء الجرار النمطية العادية اللي بتعمل بالديزل او الجرار اللي داخلها تعمل بالكاربا لحد النهاردة بنصنع عربيات ولكن احتياجاتنا اكبر من امكانياتنا فطبعا لازم نتعاون مع الشركات بتشتغل في تصنيع العربيات ومن بين الاتفاقيات الست التي تم توقيعها تم توقيع اتفاقيتين عن تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من مشروع الكطار القهربائية السلام العاشر من رمضان العاصمة الادارية الجديدة مع شركات صينية نشهد توقيع اتفاقيتين مع الشريك الياباني والشريك الصيني كشركاء ثنائيين لجمهورية مصر العربية ويمكن الجديد في اتفاقيات النهاردة انه اعادة صياغة الاتفاقية حتى يتمكن القطاع الخاص من المشاركة في تنفيذ هذه المشروع كما تم عقد مؤتمر صحفي بحضور الشركاء الاجانب والمصريين من المستثمرين واصحاب الشركات العاملة في مجال النقل الذين قدموا رؤى مختلفة في هذا المجال مشاريع دي عشان تحقق المطلوب من الناحية الزمنية ومن الناحية الفنية لازم يبقى فيه تدفق مالي كافي سواء من موارد الدولة او من موارد اخرى زي التمويل الـ EPC Plus Finance او المشاركة بنظام الـ PPP المشاركة بنظام الـ PPP زي ما بيقولوا التحدي الحقيقي ان المشروع يبقى له زوج جدوى اقتصادية وان المخاطرة بتاعت المشروع تبقى فيه تعادل في تأسيم هذه المخاطرة ما بين المطور وما بين الدولة او وزارة النقل ويأتي هذا المؤتمر انطلاقا من ضرورة انشاء شبكة طرق ونقل ومواصلات شاملة ومتطورة يتم الاعتماد عليها في بناء المدن العمرانية والصناعية للتوسع العمراني والاقتصادي في كافة القطاعات برؤية ثاقبة اتجهت القيادة السياسية نحو دعم وتطوير مجال النقل بالتوازي مع دعم وتطوير كافة القطاعات الاقتصادية الاخرى ويعد هذا المؤتمر تأكيدا على هذا الدعم ولائل حديني النيل نشر مجلس الوزراء تقريرا تضمن انفوغرافات حول تصنيف مصر الاعتماني وفقا لوكالات ستاندرد اندبورز وفيتشا ومودز واشرت تقرير الى ان وكالة ستاندرد اندبورز ثبتت تصنيف مصر عند مستوى بي مع نظرة مستقبلية مستقرة كما ثبتت فيتشا التصنيف الاعتماني لمصر عند بي موجب مع نظرة مستقبلية مستقرة كذلك اشرت تقرير الى تثبيت مودز تصنيف مصر عند بي 2 مرجعة ذلك إلى سجل الإصلاحات المالية والاقتصادية وتوافر التمويل ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن الأجانب لم يعودوا بحاجة إلى مساهم أو وكيل إماراتي عند تأسيس شركة في البلاد وذلك بموجب تعديل جديد لقانون الشركات كان تأسيس الشركات في الإمارات يتطلب حتى الآن مساهمة بنسبة معينة من مواطنين إماراتيين أو وكيلا إماراتيا على حسب نوع الشركة وقد أقرت الإمارات قانونا جديدا لإستثمار الأجنبي في عام 2018 سمح للأجانب بامتلاك بعض الشركات أو حصص فيها أو في المناطق الحرة المخصصة للشركات أشرت المديرة العامة لسندوق النقد الدولي كريستيليانا جورجيفا بالإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها دول مجموعة العشرين للتخفيف من تأثير كورونا بما في ذلك الإجراءات المالية والنقدية وأوضحت جورجيفا أن مبادرة تعليق خدمة الديون على وجه القصوص أعطت العديد من البلدان الفقيرة مساحة تنفس مؤقتة تشتد الحاجة إليها مشيرة إلى أن الإطار المشترك لمعالجات الديون الذي أقره قادة مجموعة العشرين في هذا الاجتماع سيسمح للبلدان منخفضة الدخل بالتقدم بطلب للحصول على إعفاء دائم من الديون أطلقت الصين مركبة فضائية إلى القمر لجمع عينات صخرية والعودة بها إلى الأرض في أول مهمة من نوعها منذ أكثر من أربعة عقود هل يمكن أن تصبح كورونا نكهة لها مذاق خاص؟ الجواب عند أحد مطاعم مدينة بيت لحم بفلسطين حيث أطلق صاحب مشروع اسم الفيروس على مأكلاته التي يقدمها لزبائنه أحالة فكرة مشروع اقتصادي في فلسطين كورونا من اسم يطلق على فيروس أثار الرعب في العالم إلى نوع من الغذاء فتح شهية آكليه بمذاقه الخاص في أحد شوارع رئيسية بمدينة بيت لحمة في الدفة الغربية المحتلة لفت مطعم أنظار المرة لاختياره اسم ساندويتش كورونا واختار صاحب المطعم الذي كان يعمل مرشدا سياحيا فقد عمله بسبب كورونا اسم الفيروس ذاته على مطعمه للتغلب على البطالة بتحقيق أقصى فائدة ممكنة من الأزمة طبعا أجت الكورونا في بيت لحم وضربت السياحة وأنا قررت أفتح مطعم كورونا الكورونا اللي خلتنا نعطل واللي خلتنا ما نشتغلش واللي خلتنا نتضمر في حياتنا أنا سميت المطعم كورونا قصدا حبيت أعطي صورة مغايرة عن الوضع وخليت العالم عندها أمل وأنا إنسان عندي أمل حاول بنورة بذلك تغيير مشاعر ناس تجاه كلمة كورونا من القلق والخوف لتذكرهم بشطائره اللذيذة هلأ الواحد بيحكي عن تجربة بالنهاية إنت لما تشوف الاسم بحاله وبيحكي تبتحكي عن كورونا وضع الكورونا وفيه بني آدم طلع اسم مطعم باسم الكورونا فهذا إشي بيخليك أنه إنت عندك فضول أنك تجرب هذا المطعم وتجرب السندوشات اللي بيعملها وتشوف أنه من وين جاب هذا المنطلق يعني وتضم قائمة خدمات مطعم كورونا في بيت لحم مجموعة من شطائر اللحوم منها ما يطلق عليه سندوش كورونا وصلطة كورونا التي لفتت انتباه الزبائن أكثر من غيرها فهل تملك صلطة كورونا نكهة تفتح شهية المصاب بالفيروس؟ تم أخبار السابعة أهم العنوية الرئيش السيسي يتابع المواقف التنفيذية للمشروعات القومية التي تطلع بها الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية اليوم تواصل التصويت باليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الولى لمجلس النواد ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة إلى بايدن وفريق بايدن يرحب بالقرار ويوكل أنه يتيح انتقالا سلميا للسلطة كثم أخبار السابعة نلتقي على رأس الساعة بحول الله شكرا وإلى الله شكرا وإلى الله